مئة وسبعون مليون أمريكي أي قرابة نصف عدد السكان في الولايات المتحدة هذا هو عدد المستخدمين الأمريكيين لتطبيق تيك توك الذي يسعى الكونغرس والإدارة جاهدين لفرض قيود عليه السبب بحسب الاستقارير الاستخباراتية الأمريكية استغلال الصين لبيانات الأمريكيين بشكل يهدد الأمن القومي الأمريكي ما دفع بالمشرعين في مجلس النواب إلى إقرار مشروع يرغم شركة بايدانس المالكة للتطبيق على سحب استثماراتها منه تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة لكن الطريق أمام هذا المشروع العالق في مجلس الشيوخ محفوف بالعراقيل وسط تحذيرات من صعوبة تطبيقه وانتقادات بانتهاك حرية التعبير أضف إلى ذلك طرحه في موسم انتخابي محتدم يسعى فيه الحزبان إلى استقطاب أصوات الناخبين الشباب الغاضبين من مساعي إقراره فهل سيتمكن الكونغرس من تقييد التطبيق أم حظره ما هي التداعيات القضائية والدستورية والاجتماعية لمشروع من هذا النوع لماذا غير الرئيس السابق دونالد ترامب من مقاربته تجاه تيك توك وهل ينجح وزير خزانته السابق في شراء التطبيق أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف معنا هنا في استوديو مات كيلن المدير الإداري لمجموعة الضغط والاستراتيجيات السياسية فوغال والمستشار السابق في حملات جمهورية رئاسية معنا أيضا جانا لفنتوف كبيرة المستشارين في نقابة الحريات المدنية الأمريكية عبر زون تنظم إلينا نيكول برانر شميس مستشارة سياسية ديمقراطية والمساعدة التنفيذية في مكتب النائب الديمقراطي سابقا براين بيرد أهلا بكم معنا مجلس النواب أقرى الأسبوع الماضي وبأغلبية ساحقة مشروع قانون يعطي شركة بايد دانس الصينية ومقاروها بكين فترة ستة أشهر لسحب استثماراتها من التطبيق وإلا سيتم حضره في أمريكا ما هي تفاصيل المشروع العالق حاليا في مجلس الشيوخ؟ نشاهد معا نشاهد معا نشاهد معا نشاهد معا نشاهد معا من تجربة المتجمع من أخرى المتجمع تقلق أن تتحرك المتجمع من المتجمع من المتجمع المتجمع أي تقرير على تiktok لا تقرير فرصة من التقرير تقريراً تقريراً لتقرير للغاية لتقرير لنا نشخص الناس إذن مات كما رأينا في التقرير الذي عرضناه بنود عدة في مشروع مجلس النواب كيف تنظر إلى هذا المشروع؟ إن إقرار مشروع قانون بأكثر من 360 صوتاً في مجلس النواب يظهر بأن هذه قضية تتفق عليها أكثرية الحزبين الساحقة فليس هناك عدد كبير من مشاريع القوانين التي تقر بهذا الشكل في الكونغرس تتفق كل من أليكساندريا أوكازيو كورتيز ومارغوري تيلر جرين على هذه القضية وهذا ما يدل على وجود مخاوف عديدة بين الشعب وبين المشرعين الأمريكيين حول مسائل أمنية تتعلق بهذه الشركة إن الهند قد حضرت التطبيق بينما الصين لا تسمح باستخدام التطبيق داخل الدولة فهذه إشارات تحذير وعلى الأقل يجب تثقيف الشعب الأمريكي بالأسباب التي تدفعنا إلى حضر هذا التطبيق وإن استمر الأطفال والبالغون أيضاً باستخدام هذا التطبيق فإلى ماذا يعرضون أنفسهم؟ هذه مسألة يتم تداولها كثيراً لكن بالإجمال إن الشعب الأمريكي يجهل الأسباب التي تدفعهم للقيام بذلك ومن دون شرح تلك الأسباب إلى الشعب الأمريكي أعتقد أن المشرعين سيتحملون مسؤولية حضر أحد أكثر التطبيقات شعبية وخصوصاً بين المراهقين من ضمنهم المراهقون في منزلي لذا من الأفضل أن يقوموا بعمل أفضل في تثقيف الشعب الأمريكي بهذه المخاوف طبعاً هناك كما ذكرت العديد من دواعي القلق من قبل المشرعين في الكونغرس وجنا هنا قبل أن أنتقل إليك أريد أن أقرأ موقف نقلته عن نقابة الحريات المدنية الأمريكية حول المشروع بعد إقراره في مجلس النواب قلت فيه تيك تاك الذي أقره مجلس النواب هو حضر ورقابة فاضحة أو مشروع تيك تاك اليوم صوت مجلس النواب لانتهاك حقوق التعديل الأول من الدستور لأكثر من نصف سكان البلاد على مجلس الشيوخ رفض هذا القانون المتهور وغير الدستوري إذن هذا هو الموقف الرسمي لنقابة الحريات المدنية جنة التي طبعاً أنت تمثلين هذه النقابة اليوم اشرحي لي قليلاً هذه المقاربة إن نصف سكان البلاد يستخدمون تيك تاك وهنا تحاول الحكومة حظر التطبيق من دون الإظهار أنه من الضروري إصلاح الضرر المزعوم الذي ترفعه الحكومة وهذا خرق لحقوق التعديل الأول لجميع مستخدمي تيك تاك ففي بعض الحالات يستخدمون التطبيق لعملهم أو للتواصل مع بعضهم أو الحديث عن السياسة فهذه نشاطات يحميها التعديل الأول وعبر حظر التعديل فإن الحكومة تهدد هذه الحقوق ونيكال طبعاً أنتقل إليك لأسألك هل أنت مع حظر تيك تاك وهو ما قد ينتهي إلي هذا المشروع المطروح في مجلس الشيوخ لأنه فعلياً قد يكون من الصعب إقناع شركة مثل بايت دانس بسحب استثماراتها من هذا التطبيق أليس كذلك؟ قد يصعب إقناعهم لكن أعتقد أن هذا ما يواجهه مجلس الشيوخ ولما عملهم مهم في هذه المرحلة نرى أعضاء في مجلس الشيوخ ينادون بضرورة عقد جلسات استماع وأن على الشعب أن يطلع على بعض الأمور رأينا أعضاء من الحزبين مع مارك وورنر وتوم كوتن والسيناتور كانتويل يقولون أنه يجب رفع السرية عن بعض الأمور التي كشفت عنها الاستخبارات ليعرف الشعب الأمريكي لماذا يدور هذا النقاش؟ وما هي مصادر القلق؟ لكن قد تصبح مشكلة واسعة النطاق تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فقد صرح السيناتور إيد ماركي إن تحدثنا فقط عن تيك توك فإننا نغض النظر عن الشركات التكنولوجية الكبرى فيصبح الأمر أن نتحدث عن تطبيق تيك توك أم عن تطبيقات التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع من المهم أن يقوم مجلس الشيوخ بعقد جلسات الاستماع وعرض هذه الأدلة على الشعب الأمريكي بصفته الرسمية قبل التصويت على المشروع ونقله إلى مكتب الرئيس طبعا وهنا تتحدثين نيكول عن أيضا تصريح من السنتارة الديمقراطية ماريكانت كانتويل التي قالت بعد عدد من الإحاطات المغلقة لوكالات الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنها تود أن تعقل جلسات استماع في هذا الخصوص وهذه نقطة طبعا مهمة مات لأنها مرتبطة بما تحدثت عنه موضوع الشفافية مع الأمريكيين موضوع شرح للشباب للعدد كبير من المستخدمين لماذا هذا التطبيق خطر؟ صحيح؟ أوافق تماما مع نيكول بالمناسبة أيضا أهالي الأطفال الذين يملكون حسابات على تيك توك لا يدركون فعلا حجم المشكلة وفقا لما ينقله مجتمع الاستخبارات إلى المشرعين وليس إلى الشعب لكن أعتقد أن هناك بعض المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها خصوصا وأن للشعب الأمريكي الحق بأن يعرف إن كانت هناك مشاكل مع هذا التطبيق تحديدا فيما يتعلق بالخصوصية لأولادهم أو أنها تشكل خطرا على صحتهم العقلية والنفسية كما وأعتقد أنه في النهاية يملك الشعب الأمريكي القدرة على إطفاء أو مسح التطبيق بأنفسهم لكن حاليا لا يتم إخبارهم بالمخاطر المحتملة التي يشملها التطبيق للقيام بذلك من دون هذه المعلومات يصعب منع الأطفال استخدام هذا التطبيق وهناك العديد من الأهالي الذين يستخدمون الرقابة ولكن مثل أي تطبيق آخر للتواصل الاجتماعي يمكن أن يمتلك الأطفال ستة حسابات سرية أخرى لا يعلمون بها إذن أنا أعتقد بأن المسئولية تقع على الأهل أيضا لكن الأهل يتخذون قراراتهم حاليا وكأنهم نوعا ما في ضباب لأنهم يجهلون ما يحدث بالفعل لذا دعوا الشعب يقرر لكن علينا أن نقدم لهم كافة المعلومات ونيكول هذه النقطة تحديدا نقطة طبعا حضر تيك توك في الولايات المتحدة في حال تم إقرار القانون مشكلة أو تحفظ الكثيرين هو على غرار تحفظ نقابة الحريات المدنية هو التعديل الأول من الدستور هذا يعني بأنه في حال تم إقرارت مشروع من هذا النوع سيكون هناك دعاوة قضائية أليس كذلك يمكن أن تقوم تيك توك برفع دعاوة إن تم إقرار مشروع القانون نعم وهل فيما يتعلق بالتعديل الأول من الدستور لن يكون هناك فقط دعاوة قضائية من قبل تيك توك قد أيضا بعض الأمريكيين قد يقدمون هذه الدعاوة أمام المحاكم شهدنا ذلك في مونتانا حضرت ولاية مونتانا استخدام تطبيق تيك توك العام الماضي وتقدم المستخدمون برفع دعوة وقد أصدرت المحكمة أمرا قضائيا أوليا ينص على أنه لا يمكن للولاية أن تطبق هذا القانون لأنه يخالف التعديل الأول وكان قانون ولاية مونتانا مشابها لهذا القانون وقد قالت المحكمة أن هذا يؤثر على حقوق التعديل الأول الخاصة بالمستخدمين ولا يمكن تطبيق هذا القانون ونيكول تحدثت في إجابتك أيضا عن مشاكل لوسائل التواصل الاجتماعية بشكل عام ليس فقط موضوع تيك توك كان هناك محاولات كثيرة من قبل المشرعين في الكونغرس لفرض قيود على وسائل التواصل هي ليست المحاولة الأولى لكن اليوم وربما أقتبس من بعض المعارضين في الكونغرس لهذا الطرح يقولون بأنه في حال أجبرت أو أرغمت الولايات المتحدة شركة أجنبية مثل بايت دانس في بيع التطبيق ماذا يمنعها من التوجه إلى شركات أخرى وفرض إرادة الحكومة الأمريكية عليها توافقين مع هذه المقاربة؟ أعتقد أن هذا سيكون جزءا من حديث أوسع حول منصات التواصل الاجتماعي عموما الأهل يشتكون بأنهم ليسوا مطلعين على كافة المعلومات مع تيك توك هناك أسئلة كثيرة يتم طرحها تتعلق بالخوارزميات والأمن وقد رأينا السيناتور ماركو روبيو يركز على ذلك في اليومين الأخيرين هذا أمر يختلف قليلا لكن ما زال يتعلق بمسألة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع والأطفال من عمر معين ولماذا نرى هذا النوع من القلق النفسي ومعدلات انتحار مقلقة وهذه الكآبة العامة بين المراهقين وما هي نسبة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بالتأثير على صحة أطفالنا واستخدامهم لهذه الأجهزة في أيديهم حتى ابنتي ذات الست سنوات سألتني متى كانت المرة الأولى التي حصلت فيها على هاتف محمول وقلت لها عندما كنت في السادسة عشرة لكنه لم يكن جهاز كمبيوتر في يدي كنت فقط أستطيع الاتصال بشخص ما لم أكن أستطيع إرسال الرسائل القصيرة فما هو تأثيرها وإلى أي درجة ينغلق أطفالنا على أنفسهم للذهاب إلى تلك الأماكن على هواتفهم من دون التفاعل مع أشخاص حقيقيين في الحياة إذن لدينا كل هذه النقاشات لكن محادثة تيك توك تتمتع بطبقة إضافية تضم الأمن والحكومة الصينية وما يتم التحكم فيه وهذا هو الجزء الذي أعتقد أنه يحتاج إلى جلسة استماع لفهم ما يجري هنا وطرح هذا الأمر في وضح النهار قبل أن يصوت مجلس الشيوخ عليه لكن قد يكون بالفعل هناك مشكلات أمنية هنا مما يعني بالنسبة للديمقراطية الأمريكية وصالح بلادنا والجمهورية أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات بشأن من يتحكم في التطبيق ونوع التجريد الذي يأتي من خلاله وكما هو الحال في الولايات المتحدة سيشق هذا طريقه إلى النظام القضائي ثم يمر عبر عمليتنا الدمقراطية هناك طبعا وسوف نتترق بالتفصيل نيكول إلى التحفظات أو الاتهامات لتيك توك سواء من ناحية التجسس الصيني أو من ناحية حتى التدخل في الانتخابات الأمريكية في الجزء الثاني من هذا الحوار وهنا أنتقل إليك ما تأعاقب على ما قالته نيكول هي موضوع أيضا متعلق بالعمر عمر المستخدمين هم صغار في السن ثم ننظر إلى الكونغرس هناك فارق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الأعمار لكن حتى نشاهد صعوبة في بعض أعضاء الكونغرس في فهم هذه المسألة بسبب هذا الفارق العمري هل ترى هذا أيضا؟ بالطبع وأعتقد أنه سيفيدهم أن يتحدثوا إلى بعض الشباب حول ما يجذبهم إلى هذا التطبيق كما تعلمين في اقتصاد السوق الحر يمكن اللحاق بأي شيء لذا هناك تطبيقات أخرى تحاول نسخ تيك توك لكنهم لم يصلوا إلى نفس المستوى بعد أعتقد أن ما يطغى على كل هذه المسألة كغيمة هو نوع من عدم الثقة نشأ بين الشعب الأمريكي على وجه خاص وبين الحكومة الصينية حول كوفيد وحقيقة أن الحكومة الصينية لا تسمح باستخدام تيك توك داخل الدولة لكن الشركة تدافع بحماسة عالية استخدام هذا التطبيق هنا في الولايات المتحدة مما يعيدني إلى بدايات جائحة كورونا حين لم تسمح الصين لمواطنيها بالسفر إلى ووهان بينما يسمحون لمن في ووهان بالسفر حول العالم وهذا القرار برأيي قد أدى إلى تحييز الكثير من الناس حول العالم ضد الحكومة الصينية ثم ينظرون إلى هذا ويفكرون إن الصين لا تسمح باستخدام تيك توك لكن الشركة المتملكة تريد أن نستخدمه هنا في الولايات المتحدة بالنهاية هم يملكون مقعداً واحداً من أصل ثلاثة على مجلس إدارة تلك الشركة وكل من يتعامل مع الصين وخصوصاً في صناعة التكنولوجيا يعلم أن للحكومة الصينية رأياً فيما يقومون به إنه انعدام الثقة الشامل بالحكومة الصينية بعد كوفيد-19 بالنسبة إلى معظم الناس والذي يدفع الكثيرين إلى التشكيك في هذا الأمر وأنا كأب أقول لا يمكن أن أقبل حقيقة أنهم لا يسمحون لأطفالهم باستخدام التطبيق هناك سبب لذلك وسأخذ الأمر أبعد من ذلك فقد كان مسموحاً في هونغ كونغ حتى استولى الصينيون عليها وقالوا يجب أن نمنعه لماذا؟ لماذا قاموا بمنعه؟ وهذا سؤال يجب الإجابة عليه في جلسات الاستماع ويجب أن نملك معرفة أكبر بقليل عما يستطيع هؤلاء القيامة أو عدم القيام به فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي كما أعتقد أن المشكلة الكبيرة الثانية هي أن هناك العديد من الأمريكيين يرون الحكومة الأمريكية تحضر بعض الخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي لكي يتضح لاحقاً أن معظمها يتعلق بكوفيد وبكونه حقيقياً في حين أنه قيل لنا عكس ذلك وهناك نسبة عالية من عدم الثقة في حكومتنا جراء ذلك أيضاً هنا تتحدث عن أيضاً موضوع أمام المحكمة العليامات متعلق أيضاً بإدارة بايدن وتعاطيها مع وسائل التواصل الاجتماعي في أيام كوفيد 19 نتوقف الآن مع فاصل قصير من بعد نعود لمتابعة هذا الحوار أهلاً بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي من استغلال الصين لتطبيق تيك تاك للتجسس على الأمريكيين والتدخل في الانتخابات الأمريكية نشاهد معاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قليل تطبيق تطبيق البقاء للأيونية وممتível تغيير كيفية للخماية على التهجير الح لإمكانك المليزة من إجراء المناسب التي تطبيق يجعل الصفل ثم يجعل Polتوح في الموضوع اشتركوا في الطباح في الضوء في 2022 And then on that same page it says TikTok could attempt to influence elections in 2024 So Director Haines You cannot rule out that the CSP Could again, just like they did here Use TikTok As a platform to influence 2024 Promotions Right? إذن جانا موضوع التجسس والتدخل في الانتخابات مطروح بشدة اليوم على طاولة الحوار بهدف التوصل إلى حل في موضوع تيك توك في حال ثابتة بجلسات استماع علنية كما يقول مات وتدعو نيكول أن فعليا هناك تجسس صيني من قبل هذه المنصة أو هذا التطبيق على المستخدمين الأمريكيين. هل تغير نقابة الحريات المدنية من رأيها حيال هذا المشروع؟ لكي يتم حظر استخدام تطبيق مثل تيك توك على مستوى الدستور يجب توفير ثلاثة عوامل الأول وجود ضرر وشيك وشديد للغاية وليس هناك طريقة أقل تقييدا لإصلاح ذلك وهي لن تكون فعالة فيمكن للصين التوصل إلى نفس النتيجة من خلال اختراق معلومات مزود آخر أو حتى شراء المعلومات من مزود آخر. هناك عدد كبير من الطرق التي يمكن من خلالها الوصول للمعلومات لدرجة أن حظر تيك توك هو أمر غير عقلاني على الإطلاق للمحاولة من الحد من هذه المخاطر. الأمر الذي سيكون أكثر فعالية هو الحصول على قانون فدرالي للخصوصية. ما نريد أن نراه في الحقيقة هو أن تحد الحكومة من البيانات التي يمكن جمعها حتى لا تستخدم ضدنا. ونيكول طبعا هناك كثير من الأحاديث موجود حول موضوع التجسس استمعنا حتى في جلسة الاستماع التي حضرها مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية. مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية. أجوبة لم تكن واضحة بالشكل الكافي. يعني كان هناك تلكؤ ربما للأسباب التي ذكرتها نيكول. وهي أن هذه الأمور أو هذه المواضيع لا تزال سرية. لا يمكن الكشف عنها. ماذا يمكن لوكلات الاستخبارات أو للمسؤولين أن يقولونه للأمريكيين لإقناعهم بأن هذا التطبيق خطر؟ أعتقد أن هناك بعض الأشخاص من الطرفين مقتنعون فعلا أن هذه آلية شراء للحكومة الصينية واختراق. وأعتقد أن هناك آخرين يستمتعون باستخدام هذا التطبيق. فهم مؤثرون ويكسبون أموالهم منه ويساعدهم على تنمية أعمالهم كما تشير الصور. وهم لا يملكون فهما فعلياً عما تتحدث عنه لجنة الاستخبارات. ولا أريد أن أكرر ما قلته. لكن أعود إلى نقطة أعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا ما يقدرون عليه. لأنها معلومات سرية كما قلت. إذن يجب أن نحدد المعلومات التي يمكن رفع السرية عنها وما يمكن مناقشته ومشاركته في جلسات استماع. ليتمكن الشعب الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المساري إلى الأمام. لأني أعتقد أن هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم رأي خاص من جهة أو أخرى من الحصول على الخلفية الكاملة للمعلومات. ولا يجب أن نتخذ قراراتنا بهذه الطريقة. ومات بالعودة إلى نص المشروع المطروح في مجلس النواب الذي تم أقراره كما تكرت بإغلبية ساحقة 352 نائب صوتوا لصالحه. هناك بندان أساسيا. البند الأول يتعلق بسحب الاستثمارات أو بدفع بايد دانس لسحب استثماراتها من التطبيق. وألا تحتطى إلى طبعا حضر التطبيق. هل تعتقد بأن هناك إمكانية في إقناع شركة بحجم بايد دانس من بيع أو سحب استثماراتها من التطبيق؟ أعتقد أن شركة بايد دانس ستواجه مشكلة قانونية إذا أرغمت على البيع. فهذا سيؤثر على السعر وهذا مصدر قلق حقيقي. أعتقد أن من الأمور التي لا يفهمها الشعب الأمريكي هي من هي شركة بايد دانس؟ هل بايد دانس تمتلك تيك توك؟ وما تحاول الحكومة الأمريكية القيام به هو إرغام على بيع حصتها في تيك توك. وليس بالضرورة حظر استخدام تيك توك. وأعتقد أيضا أنه يجب أن يطلع الشعب الأمريكي أكثر عما هي شركة بايد دانس وما تفعله. وأحد المشاكل حاليا هو أن الشعب الأمريكي جاهل تماما. أعتقد أنه كما قالت نيكول سابقا سنتمكن من الحصول على معلومات أكثر بكثير في جلسات الاستماع. فهناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يملكون معرفة معمقة في الأمن القومي والاستخبارات لكي يطرحوا أسئلة ذات صلة. كما وأعتقد أيضا أن هذه فرصة للبيت الأبيض بصراحة للتحدث قليلا عن السبب الذي يجعل جو بايدن يدعم هذا الحظر. إن كان رئيس الولايات المتحدة يدعم هذا الحظر سيكون من المفيد أن يعلم الشعب الأمريكي السبب وراء ذلك. وبرأيي فهو لديه مصادر قلق فعلية حيال هذا التطبيق وأن المعلومات الصادرة من المكتب البيضوي ومن البيت الأبيض بنفسه ستغطي على ضجيج الشعب الأمريكي بطريقة جيدة لأن قائدهم الآن يتوجه إليهم وهو بنفسه أب وجد وكأنه يقول بأنه لا يسمح لأحفاده باستخدام هذا التطبيق بسبب المخاوف التي لديه وهذا ما سيدفع الناس من الحزبين إلى القول يجب فعلاً أن أقوم بالمزيد من الأبحاث حول ما يتعلق بهذا التطبيق وقيادة كهذه يمكن أن تحرز فارقاً كبيراً وأسمحي أن أبقى معك مات لأنها نقطة طبعاً مهمة ذكرتها متعلقة بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأريد أن أربطها بما قلته سابقاً تحدثت عن شفافية ويجب أن يتم شرح الموضوع للأمريكيين وكما ذكرت بايدن لديه موقف قال بأنه سوف يوقع على مشروع القانون في حال إقراره في الكونغرس لكنه فعل تيك توك لكن حملته الانتخابية انضمت إلى تيك توك لاستقطاب الناخبين ألا يعتبر هذا أيضاً ربما يعني يسير القلق الأمريكيين أو يسير تساؤلات الأمريكيين أعتقد أن هذا سؤال جيد جداً عندما تقول أمراً لكنك تفعل أمراً آخر وأعتقد أن عدداً كبيراً من الشعب حائرون أيضاً من المشرعين الذين ينادون بحضر هذا التطبيق لكن من المقبول أن نحجب عنكم بعض المعلومات التي لا نرغب بأن تحصل عليها عبر وسائل أخرى للتواصل الاجتماعي أو على الإنترنت لقد تطورت الأمور كثيراً وبسرعة مع وسائل التواصل الاجتماعي وفي القدرة إلى توصيل المعلومات إلى الشعب الأمريكي والعالم وأعتقد أن المشرعين قد واجهوا صراعاً عميقاً حول طريقة التواصل ومن الأسباب التي ذكرتها سابقاً هو أن معدل العمر في كابيتول هيل هو آخر الخمسينات وبداية الستينات إذن لا يستخدم العديد منهم تيك توك أو حتى التطبيقات الأخرى إن كانوا يستخدمونها فهناك شخص آخر يتحكم بهذه الحسابات وإذن هم لا يفهمون بالفعل كيف يتم استخدام هذه الوسائل لنقل آراء الناس ومن أكبر مصادر القلق التي واجهها المشرعون مؤخراً هي بعد المشاكل في إسرائيل ومع حماس وكيف ضم تيك توك رسائل أكثر مؤيدة لحماس تستهدف الشعب الأمريكي مع عدم وجود مقاربة عادلة تضم على الأقل نسبة عادلة للجهتين فنرى المزيد من الشباب الذين يؤيدون حماس مقارنة بباقي الشعب الأمريكي وهنا طبعاً هذا موضوع مختلف نتحدث عنه ربما في حلقات أخرى لكن أيضاً هناك نقل أيضاً للمعاناة الإنسانية الموجودة في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا لا نراه كثيراً على المحطات التلفزيونية وهنا أنتقل إليك نيكول في نقطة متعلقة أيضاً بعمل النقابة التي تنتمين إليها موضوع عفواً أنتقل إليك جانا موضوع العمل هذه النقابة تحديداً مع أعضاء الكونغرس هل هناك أي تشاور أو أي نصائح تقدمها النقابة لأعضاء الكونغرس خلال سير العملية التشريعية المتعلقة اليوم تحديداً بتيك توك؟ تم طرح مشروع القانون في وقت قصير جداً فقد تم تقديمه وبعد يومين تم طرحه في اللجنة وبعد أسبوع صوت عليه مجلس النوابي بأكمله ومع ذلك قمنا بما في وسعنا لنقول للمشرعين بأن هذا سيكون اختراقاً لحقوق التعديل الأول لناخبيهم كتبنا رسالة مع منظمات أخرى نشرح فيها موقفنا وأردنا من أعضاء الكونغرس أن يعلموا بأن هذا سيخلق مشاكل ويؤثر على الانتخابات من الواضح كلا لأنهم شرعوا بالتصويت على المشروع لكن أعتقد أن ما رأيناه هو وجود معارضة من الحزبين على مشروع القانون هذا وأعتقد أن العديد من الأعضاء الذين اختاروا عدم التصويت قاموا بذلك لأنهم يدركون بأنه يخالف حقوق التعديل الأول ونيكال في مجلس الشيوخ هناك طرح آخر من السنترى مالي كانتويل يقول بأن أو يعطي الصلاحية لوزارة التجارة الأمريكية لوضع قيود بنفسها على تيك توك هل تعتقدين بأن سوف يكون هناك تسوية أو مساومة تؤدي في نهاية المطاف إلى إقرار قانون فعلي للتطرق إلى هذه الأزمة أم أن الموضوع سيكون عالقاً للأيام والأسبوع المقبلة لا أدري إذا ما سيبقى الموضوع عالقاً في مجلس الشيوخ لكن أعتقد أن مجلس الشيوخ يفرض عملية أطول من مجلس النواب فهو منهجي أكثر وأبطأ ويفتخر بأن يكون أكثر وفاقاً بين الحزبين ويأخذ الوقت اللازم بدلاً من اعتماد الجداول الزمنية الضيقة والتي تعد متسرعة حتى بالنسبة لمجلس النواب وقد قالوا حتى بأنه من الممكن أن يمدد فترة الستة أشهر التي وضعها مجلس النواب في مشروع القانون إذن أتعتقدين أن مجلس الشيوخ سيأخذ وقته لمعالجة هذا الأمر فقد صرح زعيم المجلس شومر بأنه يتحدث متفادياً المسألة قائلاً بأنه يتشاور مع أعضاء المجلس أعتقد أن الديمقراطيين أيضاً ينظرون في المسألة بالطبع بعد تصريح الرئيس بأنه سيوقع عليه أعتقد أن مجلس الشيوخ دائماً ما يلجأ لأن يكون منهجياً لذا أعتقد أن هذا ما سيحدث في المستقبل لا أعتقد أنهم سيتجهون إلى عمل أي شيء رغم الفرع التنفيذي وخاصة كما تحدثنا هذا موسم انتخابي حامل سيكون من الصعب أيضاً إقرار مشاريع قوانين مثيرة للجدل من هذا النوع لكننا الآن نتوقف مع فاصل أخير ونناقش هذه القضية بعده أهلاً بكم في القصة الأخيرة من برنامج تقرير واشنطن أكثر من 170 مليون أمريكي يستعملون التطبيق الذي صرفت شركته المالكة بايدانس أكثر من 20 مليون دولار منذ العام 2019 على مجموعات الضغط الأمريكية للتصدي لمحاولات تقييده تقرير ثم نكمل هذا الحوار تримير تقرير ثم نكثيرين هناك الكثير من أشخاص في تيك تاك الذين سنذهبون منه هناك الكثير من أشخاص هناك الكثير من جيد و هناك الكثير من تيك تاك مات أبدأ معك من موضوع مجموعات الضغط وأنت طبعا لديك مجموعة الضغط تعمل من خلالها مع المشرعين في واشنطن تحديدا ما هي فعالية مجموعات الضغط بشكل عام في الولايات المتحدة مع واشنطن هنا نفسر قليلا للمشاهدين أهمية مجموعات الضغط في الولايات المتحدة أهم عمل لمجموعات الضغط هو تثقيف المشرعين حول الطبيعة الجيدة أو السيئة لمشروع قانون وأعتقد أنه للأسف بالنسبة إلى تيك تاك فقد استثمروا كثيرا في مجموعات الضغط لكن النتيجة كانت في الاتجاه المعاكس إذن على مدى الفترتين الأخيرتين للكونغرس ازداد الدعم لحظر تيك تاك بدلا من أن يتراجع ومؤخرا بدأوا بجهود شعبية لمستخدميهم حيث سمحوا للمستخدمين من النقر عبر التطبيق للاتصال بالمشرعين مباشرة وأعتقد أن بعض المشرعين قد رأوا هذه الخطوة كنوع من الإرغام وبعضهم تحدث عن ردة الفعل العنيفة التي رأوها جراء الجهود لحظر تيك تاك بينما تم تهديد عدد منهم بطريقة عنيفة وهذا أمر لا ينجح أبدا لذا أعتقد أنه لو أتيحت الفرصة لتيك تاك بإعادة النظر بسياستهم لكانوا قاموا بالأمور بطريقة مختلفة وهذا يعيدنا إلى النقطة التي أشرنا إليها مرات عديدة أنه كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل لتثقيف الشعب الأمريكي بأن التطبيق آمن وبأن الأطفال الذين يستخدمونه هم في بيئة آمنة ونيكال أيضا تحدثت في أحد المواقف التي أعلنت عنها النقابة عن موضوع الانتخابات الأمريكية موضوع تسييس هذه المسألة مسألة تيك تاك في موسم انتخابي فسر لي قليلا هذه المقاربة هذا مثير للاهتمام لأن مستخدمي تيك تاك يتصلون بأعضاء الكونغرس الذين غرقوا باتصالات ناخبيهم الذين لا يريدون حظر هذا التطبيق وهذا أمر واضح وهذا ما يتركنا مع ديناميكية مثيرة للاهتمام أمام الانتخابات خصوصا مع امتلاك العديد من السياسيين حسابات على تيك تاك من ضمنهم الرئيس بايدن فهم يواجهون حقيقة أنها الطريقة للوصول إلى الناخبين الشباب لا بل لجميع الناخبين فهناك فكرة خاطئة بأن الناخبين الشباب فقط هم الذين يستخدمون التيك تاك وهذا أمر يضع الكونغرس في موقف مثير للاهتمام ونيكول طبعا الموسم الانتخابي عادة ما يفرض وجهة معينة للمرشحين في هذه الحالة جو بايدن ودونالد ترامب هل فجأك التغيير في موقف دونالد ترامب حول تيك تاك هو سعى في خلال إدارته السابقة إلى حظر تيك تاك ولم يتمكن ثم عاد اليوم ليغير من رأيه ويقول بأنه لا يدعم هذا الحظر تفسيرك لهذا لا أدعي أنني أفهم دونالد ترامب أو منطقه في أي وقت من الأوقات يبدو لي بأنه اجتمع بالشركة والمتبرعين الذين يبدو كأنهم لديهم مجموعة ضغط ذات تأثير ملحوظ لن أعاتبهم على القيام بعملهم جيدا لكن لا أعلم تحديدا لما غير موقفه ما أعرفه هو أن هناك نقاشا كبيرا حول العامل الأمني وأعتقد أنه من الجيد أن ننظر إلى ما يقوم به تيك تاك وما يعني بالنسبة إلى خصوصية المواطن الأمريكي لكن أعتقد أن هذا مكان يمكن لجو بايدن أن يظهر فيه الفرق بينه وبين ترامب وتقديم الخيار للشعب الأمريكي فيما يتعلق بالديمقراطية والشخص الذي سيقود البلاد ومات الناخبين الشباب أو الناخبون الشباب في هذا الموسم الانتخابي مهمون للغاية للمرشحين دونالد ترامب بحاجة لهؤلاء وجو بايدن بحاجة لهؤلاء في حال تمكن الكونغرس من إقرار هذا القانون بأي لغة تكون يعني هذا القانون في نهاية المطاف سوط يغضب الناخبين الشباب هل سيدفع أحد منهما الثمن برأيك في سندق الاقتراع؟ برأيي من المحتمل أن يدفع الرئيس بايدن ثمناً باهظاً مقابل هذا القانون وسأقدم لك بعض الحجج لماذا أعتقد أن ترامب هو ضد الحظر عندما كان رئيساً للولايات المتحدة قام تويتر بحظر دونالد ترامب لذا هو مدرك لخسارة حقوق التعديل الأول والتوجه إلى الشعب الأمريكي أكنت توافقين أم لا توافقين مع مكان يقوله؟ فقد تم حظره من قبل تويتر وفيسبوك وإنستجرام ورأى أن هذه مشكلة أعتذر عن المقاطع عامات ما هو غير مفهوم في مقاربة ترامب هو أنه سعى لحظر تيك توك في إدارته يعني ووصل الأمر إلى القضاء ولم يتمكن إذن يعني ما الذي جرى؟ نعم أعتقد أنه كان يؤيد الحظر قبل أن يتم حظره الآن وقد تعلم الدرس بأنه ليس من الجيد حظر حقوق التعديل الأول وأعتقد أن هناك اتساقاً استناداً إلى حيث كان من قبل وبعد حظره الخاص وتعلم الدرس وقد ذكرتي سابقاً أن جو بايدن قال أنا أؤيد الحظر لكن لدي حسابي على تيك توك الآن الشباب والشعب الأمريكي متطورون فيما يتعلق بهذه الأمور إذن أتقول لي إنه لا بأس لك أن تتواصل معي عبر تيك توك لكن تريد حظر تيك توك؟ إذن هذه ستكون مشكلة له وقد عرض نفسه للانتقاد عندما أعلن تأييده للحظر بينما لديه حساب على المنصة وسيتوجب عليه أن يشرح للناخبين والمستهلكين كيف يبرر الأمرين وأعتقد ذكرت نيكول نقطة جيدة منذ قليل إذ إن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ينظرون إلى الأمر ويقولون لدينا مشكلة معنا والناخبين ويحاولون الحد من انتشارها من المثير للاهتمام أن الأمر الوحيد الذي قد يحل هذه المشكلة بسرعة هو وجود تحذير على التطبيق كما نجده عندما نشتري بعض المشروبات والسجائر وهو هذا المنتج مضر بصحتك وهو أمر غير موجود الآن ومجدداً إن رأيت ذلك على حساب تيك توك الخاص بأولادي لكنت بحثت أعمق وبرأيي معظم الأهالي الذين أعرفهم سيقومون بالأمر نفسه لذا قد يكون هناك حل بسيط الآن هل سيجعل الأمور أفضل بالنسبة إلى الشعب الأمريكي؟ أعتقد أن معظم الضيوف على هذا المنبر يوافقون أنه لو كان لدينا تحذير على التطبيق يشير إلى خرق حقوق الخصوصية للأطفال لكانت الأمور بحال أفضل ونيكول طبعاً نتحدث عن تيك توك لكن كما يذكر مات هناك وسائل اجتماعية تواصل اجتماعي أخرى جناً عفواً هناك وسائل تواصل اجتماعية أخرى موجودة مثل فيسبوك مثل تويتر مثل غيرها أو أكس اليوم هل تتمكن أو هل ستتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام ليس فقط تيك توك؟ كل هذه المنصات تحمل الأضرار نفسها للأطفال والبالغين وفي جميع الحالات فهم يجمعون ثروة من البيانات عن المستخدمين والتي يمكن أن تباع أو تستخدم من قبل دول أخرى وها هو الكونغرس يلاحق تيك توك فقط ويجب أن نتساءل لماذا لا يهاجمون كل شركات التواصل الاجتماعي أعتقد أن هذا منافق قليلاً لأنه في معظم الحالات صرحت الحكومة أننا لا نؤيد الصين لأنهم يفرضون رقابة على ما يمكن للشعب أن يرى فهم يقفون الأخبار وها نحن نحاول القيام بالأمر نفسه ونيكول كما قال ترامب أقتبس عنه وأعلم أنك طبعاً لا تريدين تفسير موقف أو قراءة كيف يفكر ترامب لكنه تحدث بشكل واضح أيضاً عن فيسبوك يقول بأن فيسبوك أيضاً ثبت بأنه روج لبعض النظريات في الانتخابات الأمريكية وأثر فعلياً على أراء بعض الناخبين هل تعتقدين اليوم بأن على الولايات المتحدة أن تنظر أيضاً في فرض أو في التواصل ربما إلى مساومة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه والأخبار التي تنقلها؟ أعتقد أن الكونغرس ينظر في منصات التواصل الاجتماعي بطريقة معمقة وقد عقد جلسات استماع مع الرؤساء التنفيذيين في محاولة للغوص في المشاكل المختلفة منها قلق الأهل بشكل خاص بالإضافة إلى جمع البيانات وبيعها أعتقد أن هذا يحصل فعلاً فقد رأينا عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ يثيرون هذه القضية مع ترح مشروع قانون تيك توك أعتقد أنها جزء من النقاش وستبقى كذلك فهذه مساحة جديدة نوعاً ما بالنسبة إلى العالم فكرة أن نعيش على هذه الهواتف والحصول على هذه المنصات في إطار الخطة الكبيرة هذا أمر جديد بالنسبة إلينا وكما مع أي تكنولوجيا جديدة قيد التطوير والنمو هناك من يضع القوانين وما زالوا يحاولون تحديد كيفية سير الأمور والطريقة التي ستتغير بها حياتنا الحالية وماذا يعني ذلك؟ وأعتقد أننا في منتصف هذه المرحلة بالتزامن مع صعود الدكاء الاصطناعي AI والجمع بين الاثنين وما يعنيه ذلك بالنسبة للعمال وحالات التلاعب بالحقائق التي يمكن أن تحصل الآن إذن نحن في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ مع كل هذه التكنولوجيا طبعا وهذه نقطة مهمة أيضا تذكرتها نيكول موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيري حتى هناك بعض الحملات الانتخابية التي بدأت تستعمل الذكاء الاصطناعي في حملاتها وهنا مات يعني لا يجب أن ننتهي من هذه الحلقة قبل أن نذكر وزير خزانة ترامب السابق ستيف منوشن يسعى اليوم لجمع مجموعة من المستثمرين لشراء بايت دانس على أمل شراء بايت دانس هل تعتقد بأن مساعي هذه سوف تنجح؟ أعتقد بأنه يمكن أن يجمع المبلغ الكافية لشراء هذه الشركة وأعتقد أن أي شركة ترغب بهذا التطبيق نظرا لنجاحه وأعتقد أننا نتفق جميعا بأنه سيكون من الأفضل لشركة غير صينية أن تمتلك تيك توك لكن أعتقد أيضا أنه من المنصف أن تقول بايت دانس كيف يمكنني ضمان سعر عادل عندما تقولون بأنه سيتم محاضري وترضي من البلاد إذن هذا أمر سيتعين عليهم بحثه لكن أعتقد أن هناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون بفرصة شراء هذه الشركة ونيكول كانت مصيبة فيما قالت إن الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى الحكومات الأخرى حول العالم متأخرين بحوالي 15 سنة عن التكنولوجيا وعالمنا قد تغير ومن المفيد لو استدركت حكومتنا الأمر لتتماشى مع هذه التكنولوجيا قبل أن تمر بهم وجدنا طبعا موضوع هذا الجدل في الولايات المتحدة حول استعمال تطبيق مثل تيك توك متعلق بشكل أساسي طبعا كما ذكرنا بالصين لكن أيضا أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا الصين اليوم تستطيع أو هي فعليا تجسست على الأمريكيين عبر الكثير من الوسائل الأخرى إذن كيف بالإمكان إقناع مستخدم في عمر صغير في السن أن الصين تتجسس عليك وهذا أمر خطر يعني هل يكترث هذا المستخدم أن الصين تتجسس عليك؟ يجب على الكونغرس أن يقر قانونا فدراليا عن الخصوصية وهنا سيعلم جميع المستخدمين بأنه يتم جمع كافة البيانات لكن لا نعلم كيف يتم استخدامها إذا أردنا الحرص على أن لا يحدث ذلك فيجب على الكونغرس أن يتخذ الإجراءات اللازمة ليس عبر حظر تيك توك لكن عبر حماية خصوصيتنا من كل تطبيق وموقع يجمع البيانات الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ديوفي الكرام مات كيلن المدير الإداري لمجموعة الضغط واستراتيجيات استهلاسية بوغال والمستشار السابق في حملة جمهورية رئاسية أشكر أيضا جانا لفنتوف كبيرة المستشارين في نقابة الحريات المدنية الأمريكية عبر زون كنت معنا نيكول برامر شميتس المستشار السياسي الديمقراطي والمساعدة التنفيذية في مكتب النائب الديمقراطي سابقا براين بيرد شكرا لوجودكم معنا مشاهدين شكرا لكم للمتابعة نلقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج تقرير واشنطن اشتركوا في القناة